دكتور مصطفى وزيري طلع قدام الهرم وقال ان احنا هنعمل مشروع لهرم من كورع تمام؟ هو ما كانش عمل مشروع كان لسه هيعمل مشروع والمشروع ده هيعرض على اللجنة دايما هيتناقش وتوفي عليه او ما توفيش عليه هو التصرع في الاعلان عنه في الاعلان عنه قامت واحدة ست غوية شهرة ودايما ضد اي حاجة عمل التغريدة في منتهى الغرابة قالت ان انقذوا هرم من كورع لانه هيتبلط طبليت الهرم دي اول كلمة طبليت جات من التغريدة دي جات بقى طبليت الهرم في نفس الوقت مصطفى وزيري واقف قدام هرم من كورع لأول مرة مفيش مصري شاف هرم من كورع ابدا بالشكل ده طول الناس كل الناس اللي ما بتجيب اهرمات الجيزة بتجيب خوفه يا خفرع انت عمرك ما شفت من كورع متجلد بالجرانيت ما حدش مذاكره او حدش اعرم فلما اتقالت كلمة الطبليت وشافه السبع مدميك بالجرانيت قالك الهرم تبلط وبينه وبينك الطبليتة بتاعته او الجرانيت شكلها وحش اه يعني مش جميلة اه فالناس خدتها ان مصطفى وزيري خلاص بلط الهرم فبدأت الاشاعة تنتشر داخليا وخارجيا بشيء لم اراه في حياتي حمى عدو يعني العالم كله قالك مصر بتبلط الهرم وانا مداق جدا من يجي واحد تافي اجنبي يقول لي انت هتبلطه الهرم اقول لي عام حدش بلط الهرم اذا الهرم ما حصلوش اي حاجة خالص الحفار اللي انت شفتها دي وانت مع الدكتور مصطفى فيه اتنين مدماج تحت ايوا انا مطلع دولي مع المساعد بتاعي اسم عصام شهاب عصام حفر في 2009 ده اللي تحت السبع اللي تحت تحت اشرافي وطلع المدماجين اللي مصطفى طلعهم تاني مزبوط وعند رسوماتهم وعند صورهم وعند تسجيلهم بالكامل فاذا مصطفى وزيري لا بلط الهرم ولا شال حجر من الهرم ولا عمل اي شيء اطلاقا لكن المتبص بقى تجيب بقى هرم من كورع دلوقتي وهرم من كورع زمان هو نفسه لم يتم وضع حجر واحد على الهرم اه بس زاوية التصوير اختلفت بزبط راحوا عند المدماجين اللي موجود وقال لك ان ده الطابليت اللي مصطفى عمله فالناس بدأت تشتم بدأت هاجت الهرم شكل وحش الهرم اتبلط مروحش حتة غير من الناس تتكلمني يا جماعة ما حصلش حاجة في الهرم بعد الاعلان اللي عمل مصطفى وزيري وغلط فيه كان هيعمل ايه بعده؟ هيقدم مشروع المشروع كان هيروح اللجنة الدايمة اللجنة الدايمة هتناقشه هتقوله يا تشتغل يا ما تشتغلش نتيجة للهيصل اللي حصلت فاتصل بي لوزير احمد عزة وقال لي احنا عايزين اللي يفصل في هذا الموضوع ما يبقاش حد من القسار عايزين اللاجنة فطبعا انا عايزي اقولك حاجة وانا اسف ان اي باقولها مفيش في العالم كله اتنين يفهموا في هذا الموضوع غير اتنين. انا واحد امريكاني اسمه مارك لينا. ليه? انا عملت الدكتوراه بتاعت عن الهرم. درست كل شبر في الهرم. وكتبنا كتاب انا ومارك عادة نكتب فيه عشرين سنة. اسمه جيزة ان دا بيرامتر. بالانجليزي والالماني والفرنساوي. والكتاب ده بتكلم عن كل كبيرة وصغيرة في الجيزة. قويس. فانا اخترت مارك. واخترت واحد برضو بتاع اهرامات. ده البولندي. البولندي. التشيكي. التشيكي. واخترت واحد الالماني اللي هو مدير المعهد الالماني في القاهرة. وتلاتة مصريين. والمصريين كان اهمهم ان هو اللي يبقى في الناحة الهندسية.